بسم الله الرحمن الرحيم عنوان درسنا لهذا اليوم هو اسم المفعول من الفعل الثلاثي من الصنف اللغوي في الوحدة الثالثة أهداف درسنا لهذا اليوم التعرف على الاسم المفعول وصياغة اسم المفعول من فعله واستخدام اسم المفعول ووضعه في جملة نبدأ في الفقرة ألاحظ أقرأ الجملة التالية وألاحظ كيفية صياغة اسم المفعول من فعله إذن سنقرأ الجملة التالية ونلاحظ كيفية صياغة اسم المفعول من فعله نشاهد الجملة الأولى الكتاب مفتوح بين يدي الكتاب مفتوح بين يدي إذن ما به الكتاب؟ مفتوح مفتوح هذه ماذا نعني بها؟ هو اسم المفعول هو اسم المفعول مفتوح إذن هو مفتوح من أين أخذنا مفتوح؟ من الفعل؟ نعم أحسنتم من الفعل؟ فتحة أخذناه من الفعل؟ فتحة فتحة الكتاب فهو مفتوح إذن مفتوح هو اسم المفعول وأخذناه من الفعل فتحة نشاهد الجملة الأخرى الحقيقة الحقيقة معقولة بتقدم العلم الحقيقة معقولة بتقدم العلم اسم المفعول معقولة اسم المفعول معقولة وهي على وزن المفعول نقول وفعله عقلة عقلة معقول وفي المؤنث نقول معقولة عقلة معقول وفي التانيث نقول معقولة فالحقيقة ما بها؟ معقولة إذن هي أوقع عليها الفعل فنقول معقولة اسم المفعول معقولة شاهدوا الجملة الثالثة الحوضان مغروسان بالورود ما بهم الحوضان؟ مغروسان وقع عليهم الغرص فنقول مغروسان مغروسان هي إيش؟ اسم المفعول مغروسان هي اسم المفعول وفعله غرسة فهو مغروس إذن غرسة مغروسان إذن غرسة هو الفعل وأخذنا منه اسم المفعول مغروسان لأنه مثنى فقلنا مغروسان اسم المفعول مغروس فواتثنية فقلنا مغروسان شاهد الجملة الرابعة اللوحات محفوظة في المكتبة اللوحات محفوظة في المكتبة محفوظة هي الإسم المفعول محفوظة هي الإسم المفعول وأخذناه من الفعل حفظة أخذناه من الفعل حفظة محفوظ إذن وقع عليها الحف فنقول محفوظ وفي التانيث نقول محفوظة اللوحات محفوظة في المكتبة الجملة الخامسة الكاذبون مكروهون ممن حولهم الكاذبون ما بهم مكروهون وقع عليهم الكرة فنقول مكروهون ممن حولهم إذن ما هو اسم المفعول؟ مكروهون اسم المفعول أحسنتم مكروهون وأخذناه من الفعل كرها مكروه كرها واسم المفعول مكروه وأضفنا الواو والنون لأنه جامع نعم لأنه جامع مذكر سالم واو ونون فنقول مكروهون كرها مكروه ثم قلنا مكروهون لأنه جامع مذكر سالم إذن نشاهد أسماء المفعولة هنا مفتوح ومعقولة ومغروسان ومحفوظة ومكروهون ماذا نعني بإسم المفعول؟ ما هو إسم المفعول؟ نعم إسم المفعول هو إسم يؤخذ من الفعل إسم المفعول هو إسم نأخذه من الفعل فنقول إسم يؤخذ من الفعل يدل على ماذا يسم المفعول؟ يدل على من وقع عليه الفعل يدل على من وقع عليه الفعل الكتاب مفتوح وقع عليه الفتح فنقول الكتاب مفتوح إذن هو فتحة فهو أيضا مفتوح ويدل على من وقع عليه الفعل نعم أقرأ النص التالي وأستخرج منه أي اسم مفعول وأكتبه في المكان المخصص إذن أقرأ النص التالي وأستخرج منه أي اسم مفعول وأكتبه في المكان المخصص هذا النص بعنوان زيارة إلى متحف الآثار العربية زيارة إلى متحف الآثار العربية نبدأ في قراءة النص صحبنا معلمنا ذات يوم لزيارة متحف الآثار العربية بعدما تلقينا درسا من دروس التاريخ وقال لنا لا تحسبوا حضارتنا العربية مقصورة على ما ستشاهدونه في المتحف إذن المعلم صحب الطلاب معلم التاريخ حتى يريهم المتحف وقال لا تحسبوا حضارتنا العربية مقصورة على ما ستشاهدونه في المتحف إذن المتحف فيه شيء بسيط من الحضارة العربية هل لدينا في هذا النص كلمة هي اسم مفعول؟ صحبنا معلمنا ذات يوم لزيارة متحف الآثار العربية بعدما تلقينا درسا من دروس التاريخ وقال لنا لا تحسبوا حضارتنا العربية مقصورة ما رأيكم في كلمة مقصورة؟ هل نقول عنها اسم مفعول؟ نعم أحسنتم مقصورة إذن هي اسم مفعول اسم مفعول مقصورة فنقول مقصورة اسم مفعول ونسجلها في المكان المخصص إذن مقصورة هي اسم مفعول نكمل فحيثما اتجهتم في الحواضر والبوادي تجدوا شواهد واضحة على أمجادنا السابقة أما اليوم فيجب علينا أن نعمل كما عملوا ونجاهد كما جاهدوا لألا يستبد بنا الغرور وحينها نصل إلى طموحاتنا وأمالنا المقصودة إذن ماذا كان يقول لهم المعلم؟ يقول لا تنظروا إلى أمجادكم السابقة ويصيبكم الغرور لا، لابد من العمل حتى نصل إلى ما وصلوا إليه في هذه الأمجاد ونكون وصلنا وبنينا حضارتنا ومجدنا ولا نكون نعمد على أمجاد من سبقونا هل لدينا في هذا النص اسم مفعول؟ فحيثما اتجهتم في الحواظر والبوادي تجدوا شواهد واضحة على أمجادنا السابقة أما اليوم فيجب علينا أن نعمل كما عملوا ونجاهد كما جاهدوا لألا يستبد بنا الغرور وحينها نصل إلى طموحاتنا وأمالنا المقصودة ما رأيكم بالمقصودة؟ بدأت بالميم على وزن مفعول مفعولة مقصودة نعم اسم مفعول إذن مقصودة اسم مفعول ونكتبها في المكان المخصص نعم مقصورة في البداية قلنا ثم قلنا مقصودة نكمل كان المتحف مليئا بالمقتنيات الموروثة والأواني الخزفية والنقوش المعمارية المحفورة والسيوف المسقولة والأسلحة القديمة والكتب المخطوطة والوثائق المحفوظة مما شدنا إلى الماضي وأغرانا ببناء مجد زاهر وحضارة مجيدة إذن عندما ذهبوا إلى المتحف وشاهدوا ما فيه وجدوا فيه الأواني الخزفية والنقوش والسيوف والأسلحة القديمة والكتب المخطوطة ثم شدهم إلى هذا الماضي العريق وقالوا أغرانا ببناء مجد زاهر أي حمسنا ودعانا إلى أن نبني نحن حضارتنا كما بنوها في السابق هل لدينا في هذا النص أسماء مفعول؟ نعيد كان المتحف مليا بالمقتنيات الموروثة ما رأيكم بكلمة الموروثة؟ نعم صحيح حسنتم الموروثة إذن هي اسم مفعول هل هي فقط أو لدينا أخرى؟ نعم أحسنتم لدينا والأواني الخزفية والنقوش المعمارية المحفورة المحفورة نعم أحسنتم المحفورة إذن المحفورة هي اسم مفعول ثم والسيوف المسقولة نعم أحسنتم حتى المسقولة معنا إذن المسقولة أيضا والأسلحة القديمة والكتب المخطوطة المخطوطة نعم أيضا المخطوطة هي اسم مفعول فنقول المخطوطة والوثائق المحفوظة نعم كل هؤلاء الأسماء أسماء مفعول فنقول المحفوظة نعم مما شدنا إلى الماضي وأغرانا ببناء مجد زاهر وحضارة مجيدة إذن لدينا هذه الخمس كلمات الموروثة والمحفورة والمسقولة والمخطوطة والمحفوظة كل هذه الأسماء أسماء مفعول فنقول نكتبها في المكان المخصص الموروثة والمحفورة ثم المسقولة ثم المخطوطة ثم المحفوظة إذن لدينا هذه أسماء المفعول مقصورة مقصودة موروثة ومحفورة والمسقولة والمخطوطة والمحفوظة أحسنتم نشاهد التقويم آتي باسم المفعول من الأفعال التالية ثم أضعها في جمل مفيدة آتي باسم المفعول من الأفعال التالية ثم أضعها في جمل مفيدة الفيديو الأول كتب ثم منع ثم هزم ثم سمع إذن لدينا أربعة أفعال كتب ومنع وهزم وسمع نشاهد اسم المفعول من كتبة اسم المفعول من كتبة كتبة ماذا نقول في اسم المفعول؟ نعم مكتوب كتبة مكتوب إذن كتبة مكتوب والجملة المفيدة ماذا سنقول فيها؟ نضع مكتوب في جملة مفيدة الدرس الدرس مكتوب الدرس مكتوب إذن مكتوب هو اسم مفعول فنقول الدرس مكتوب في الكلمة الثانية منع منع ما هو اسم المفعول من منع منع نعم حسنتم ممنوع اسم المفعول ممنوع اسم المفعول ممنوع الجملة المفيدة منها ماذا نقول؟ الجملة المفيدة ممنوع نعم أحسنتم كأن نقول الغش ممنوع الغش ممنوع أحسنتم في الكلمة الثالثة هزمة هزمة ما رأيكم في هزمة؟ ماذا أقول في الاسم المفعول؟ هزمة فهو مهزوم أحسنتم مهزوم هزمة مهزوم ما هي الجملة المفيدة المناسبة في مهزوم؟ ماذا نقول؟ نعم أحسنتم الباطل مهزوم نعم الباطل مهزوم هزمة اسم المفعول منها مهزوم ثم قلنا الباطل مهزوم الباطل مهزوم سمعة ماذا نقول في سمعة؟ اسم المفعول من سمعة نبدأ بالميم نقول مسموع أحسنتم مسموع سمعة مسموع الجملة المفيدة في مسموع ما رأيكم؟ ما هي الجملة المناسبة؟ نعم الصوت مسموع الصوت مسموع سمعة نأخذ منه اسم المفعول فنقول مسموع ونقول في جملة مفيدة الصوت مسموع أحسنتم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم اسم المفعول هو اسم مشتق اسم المفعول هو اسم مشتق أخذناه من ماذا؟ يؤخذ من الفعل اسم مشتق اشتقيناه من ماذا؟ يؤخذ من الفعل نأخذه إذن من الفعل هو اسم مشتق يؤخذ من الفعل ويدل على من وقع عليه الفعل اسم المفعول هو اسم مشتق يؤخذ من الفعل ويدل على من وقع عليه الفعل وإلى هنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة